تسلل قراصنا إيرانيون إلى شركات في مجالات الطيران والطاقة والصناعات العسكرية الكبرى في أنحاء العالم خلال العامين الماضيين ليس هذا سيناريو لفيلم هوليو دي بل مجاء في تقرير لشركة كايلانس للأمن الإلكتروني فيما تسعى الحكومات إلى فهم أفضل لقدرات إيران بشأن الإنترنت قالت الشركة الأمريكية أن باحثيها كشف انتهاكات تؤثر على أكثر من خمسين كيانا في 16 دولة تتبع المهاجمون والمتسللون الإيرانيون البنى التحتية الحيوية في العالم بطريقة أذهلت خبراء الأمن وصولهم إلى أكثر من خمسين شركة في العالم يبين ما يمكنهم فعله إذا أرادوا السيطرة على البنية التحتية الحيوية ووسائل النقل سميها ما شئت من ضمن الأهداف شركة كالباين الأمريكية وشركات النفط الحكومية أرامكو السعودية وبتروليوس مكسيكانوس بيميكس وشركة الخطوط للجوية القطرية وشركة الطيران الكورية نفت إيران نتائج هذا التقرير ورأت فيه محاولة لتعطيل المحادثات النووية كما أن البرنامج النووي الإيراني كان هدفا لهجمات إلكترونية يقدم البحث مثالا جديدا لكيف يمكن للحكومات استخدام تكنولوجيا الإنترنت في التجسس وشن هجمات على دول معادية سحزين الدين بي بي سي